ديرانية عنب، كلمة السر للباحثين عن العنب الطيب حلوى المذاب دارية التي حامل اسم العنب الديراني في كل مناطق سوريا وأصبح الطلب عليه في قائمة الصادرات السورية إلى دول الجوار والخليج العربي أنواع العنب كثيرة بدارية وكلها من أنواع الفاخرة الحلواني البلدي الزيني الأحمر والزيني الأبيض ما يميز دارية حصراً هو انتشار المشاتل بشكل عام والمشاتل المتخصصة بالهنب يتم سنوياً زراعة الآلاف من العقل إن كان المطاحمة أو العقل بالحاجرة المجزرة التي سوف تطعام توزع هذه الشتول وهذه الغراس على القطر كلها بالحقيقة بيجوا للبنان بيصدر كثير لقسم للبنان بيقضوا خصوصي من دارية تتصدر زراعة وأشجار الكرمة في منطقة دارية باقي أنواع الأشجار المثمرة والمحاصيل نظر للمردود الاقتصادي الذي يحصل عليها المزارع والطلب الزاد على إنتاجها في الأسواق وما تنتجه شجرة العنب إلى جانب ثمارها مشهورة لذرية بالعنب من قديم يعني وأنا هنا عندي عرشة عنب نستفيد منها كذا موسم موسمين ثلاثة في الحصر وعنب ويبرع نستفيد منها حتى الحطب نستفيد منه والعنب عما نبيعوه هنا من أغضوها البلد بيأغضوه مننا هنا بالسوق العنب الديراني يعني مشهور عالميا يعني ألي منطقة بتروح إن كان لسوريا ولا لخارج سوريا بس يعني بتعرفوك أنه نحنا جماعة ديراني بيسألوك دوري أول شي بيسألوك عن العنب الديراني وداري يعني فيها أكثر من 13 نوع عنب ونحنا صار عنا خبرة يعني بزرعة سجرة العنب والعرش تشكل منطقة داري إلى جانب البلدات المجاورة لها غوطة دمشق الغربية والتي تعد واحدة من أخصب المناطق الزراعية في سوريا وسلة غذاء العاصمة دمشق بمختلف أنواع الخضر والفواكه إلا أن سنوات الحرب أخرجت الكثير من الأراضي الزراعية من الاستثمار بسبب انقطاع المياه وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى مزارعهم بخصوبة تربتها وعدوبة مياه القادمة من جبل الشيخ وخبرة مزارعية تصدرت دارية زراعة العنب في سوريا حتى بات يطلق عليها اسم عاصمة العنب من أحد مزارع العنب جنوب العاصمة دمشق خليل هملو القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر